اشتركوا في القناة تخفيف الوزن والحفاظ على مستويات ضغط الدم وكمان مكافحة اعراض القولون العصبي والزنجبيل مفيد جدا لمرضى السكري وجيد لمرضى السرطان كما انه يعالج الصداع وكمان الزكام بالاضافة الى تحسين الصحة الجنسية والتخلص من مشاكل الشعر والعناية بالبشرة ده بالاضافة طبعا الى علاج التهابات وامراض المفاصل ويوجد من الزنجبيل عدة انواع فمنها ما يتم تقسيمها على حسب اللون زي الزنجبيل الاصفر او الاخضر او الابيض او الازرق ومنها ما يتم تقسيمه بحسب اصل منطقة النمو الى الزنجبيل البلدي وزنجبيل العجم والشامي والفرسي وكمان الهندي ويأتي السؤال المهم ما هو الوقت المناسب لزراعة الزنجبيل؟ افضل وقت لزراعة الزنجبيل هي الايام الاخيرة من فصل الشتاء وبداية الربيع وده لان الزنجبيل لا يتأقلم مع المناخ البارد وزي ما قلنا اننا هنتعلم زراعته وهو وبعض النباتات الطبية الاخرى في المنزل ويجي باختيار مكان مكشوف حيث انه يحب الاماكن المعرضة لاشاعة الشمس مع ضروري التجنب اماكن هبوب الرياح طيب يا طرق ايه خطوات زراعة الزنجبيل؟ اولا نقوم باختيار قطعة خضراء غير جفة ونرطبها في منديل مبلل طول الليل لزراعتها في الصباح وفي الصباح نقوم بتقطيع قطع الزنجبيل بحيث تحتوي كل قطعة على اكثر من ضرنة ثم نترك القطع يوما كاملا حتى يجف في مكان القطع لا تزرع بعد القطع مباشرة بعد ذلك نهيئ الطربة جيدا في حالة الزراعة في الحديقة او نقوم بملء القصيص بطربة خفيفة زي خليط البتموس والبرلايت وتكون ممزوجة بالقليل من السماد العضوي ثم نقوم بغرس قطع الزنجبيل بعمق 5 سنتي تقريبا مع ترك مسافة تقدر بحوالي 5 سنتي تقريبا بين كل قطعة والاخر ثم نقوم بري الزنجبيل مع تفادي كثرة المياه قبل الانبات مع التنبيه على ضرورة الري بانتظام بعد ظهور النبتة وده لأن الزنجبيل من النبتات المحبة للرطوبة ومن الممكن نقل نبتات الزنجبيل المزروعة في القصيص إلى أماكن الظل خلال فترات الحر الشديدة طيب ما هي طرق استخدام الزنجبيل؟ بالإمكان استخدام الزنجبيل والاستفادة منه بعد الطرق اما عن طريق تناول جذور الزنجبيل التازج او نقع الزنجبيل او غلي جذوره وشرب المغلي او عن طريق تناول عصير جذور الزنجبيل او حتى استخدامه كنوع من التوابل التي تضاف اثناء الطبخ طيب يا طرى ما هي الكميات المسموح بتناولها من الزنجبيل الجرعة الموصة بها هي من 2 الى 4 جرام من الزنجبيل يوميا ودي بتكون مقسمة الى 2 الى 3 حصص مع العلم ان نصف جرام من الزنجبيل المجفف يعادل 2 جرام من الزنجبيل التازج طيب يا طرى ايه الفرق بين الزنجبيل الاخضر التازج والمسحوق عادة ما تكون نسبة الزيوت الطيارة الموجودة في الزنجبيل التازج اعلى منها في الجاف وكمان نكهته بتكون اقوى وبهذا فينصح بتناول التازج عند علاج المشاكل التي تتطلب تقوية المناعة ومكافحة الميكروبات كمان المادة الفعالة في الزنجبيل هي الجنجيرول ودي موجودة في كافة انواع الزنجبيل واشكاله ولكن ما يميز الزنجبيل الاخضر التازج عن الزنجبيل المجفف هو كون المجفف يحتوي على مادة السجل وهذه المادة تتكون اثناء التكفيف وهي المادة المخففة للألم الا انها تعمل ايضا على رفع ضغط الدم وهذا عكس ما يضيفه الزنجبيل الاخضر التازج من ميزة لقدرته على خفض ضغط الدم طيب هل هناك اعشاب او اغذية يتعارض معها الزنجبيل وجد بان الزنجبيل قد يتعارض مع الاغذية والاعشاب التي تعد مضادة للتجلط واللي تناوله معها ممكن ان يسبب النزيف ومن امثلتها البقدونس والحلبة والقرنفل والفلفل الاحمر والثوم والبصل وعرق السوس والسؤال المهم جدا اللي لازم كلنا نخلي بالنا منه ما هي الحالات الصحية او الامراض التي يتعارض معها الزنجبيل تبعا للاثار الجانبية التي قد يسببها الزنجبيل وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة منه فيجب توخي الحذر عند استخدامه للحالات التالية يجب على مرضى السكري تجنب تناول كميات كبيرة منه اذ انها قد تؤدي الى خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي هبوط في السكر كما انه لا ينصح ايضا باستخدامه لمرضى المرارة ووجد انه قد يسبب خفاقان بالقلب ويؤثر على الضغط ولذلك ينصح لمرضى القلب وضغط الدم بتجنب تناوله واستشارة الطبيب وينصح ايضا من يعانون من مشاكل في التخثر وميوعة الدم باستشارة الطبيب قبل استخدامه يعتبر الزنجبيل مصدر للعديد من العناص الغذائية المفيدة فهو يحوي عددا من الفيتامينات والمعادن المهم زي الماغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين بي سيكس وفيتامين بي ثري بالاضافة الى محتوى من الالياف الغذائية وتتلخص توصيات خبراء النباتات حول فوائد الزنجبيل في التالي يحتوي الزنجبيل على مواد تنظم عمل الجهاز الهضمي وخاصة منع حدوث الغثيان والقيب عادة ما يوصى باستهلاك من 2 الى 4 جرام يوميا وهذه الكمية بتكون مكسمة الى 2 الى 3 حصص وده للتخفيف من الغثيان اثناء الحمل كمان الزنجبيل بيحتوي على مواد مضادة للالتهابات التي يمكن ان تسهم في تخفيف التهابات المفاصل كما انه يحتوي على مواد مضادة للاجسادة ومضادة للسرطان ويوصى باستخدام الزنجبيل كتوابل صحية بشكل خاص في فترات متقربة في قائمة الطعام الاسبوعية وايضا يستخدم كعلاج طبيعي للتخفيف من الغثيان والالتهابات وزي ما تكلمنا عن فواد الزنجبيل لابد ايضا ان نتكلم عن اضرار الزنجبيل بشكل عام مدرك ضمن قائمة المواد المعترف فيها على انها امنة للاستخدام بشكل عام وده بموجب هيئة الغذاء والدواء الامريكية اما عن الاثار الجانبية والاضرار التي قد تنتج لو كانت كمية الاستهلاك اليومية للزنجبيل زائدة عن الحد المطلوب فهي كالتالي هبوط في مستويات سكر الدم تميع ولزوجة في الدم والاصابة بحمودة في المعدة والشعور بالغثيان والقيء احيانا فيديو النهاردة انتهى بس في فيديوهات جاية كتير باذن الله ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو وكمان تدعم القناة بعمل لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته